بوردة الكنترولر الرئيسية هي واحدة من أهم مكونات مكنة CNC-318 برو لأنها المسؤولة عن طلق الأوامر وتجهير المكنة بالكامل بما أن البردة تحتوي على كثير من الجاكات والبنات المجهولة لكثير منها فكل لازم نتعرف على الوظائف الخفية للجاكات والبنات الموجودة على البردة الرئيسية خاصة لو عرفت أن من خلال هذه الجاكات تقدر توصل المكنة بالكمبيوتر عن طريق البلوتوث وكما تقدر توصل Limit Switch يحس بنهاية المشوار لكل محور وكما لو حبيت توصل بروب تعاير بمسافة المحور Z كما تقدر توصل Laser Source يحدد لك بداية المحاور للبردة وتخيل معايا أن كل الوظائف المميزات دي بتتم عن طريق التوصيل بالبنات والجاكات الموجودة على البردة واللي احنا مش عارفينها من خلال الحلقة دي ان شاء الله هنتعرف على إمكانيات البردة الرئيسية ووظيفتها ووظيفة كل جاك أو سوكت فيها وكيفية الاستفادة منها فيالله بينا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات CNC 3018 برو في الحلقة دي ان شاء الله هنتعرف مع هضراتكم على بردة الكنترول الرئيسية اللي بتيجي مع ملحقات مكنة CNC 3018 برو والهدف من الحلقة انك تتعرف على إمكانيات البردة اللي انت بتتعامل معاها وتعرف ايه هي الوظائف الموجودة فيها علشان فيما بعد لما تحب تطور مكنة CNC 3018 برو يكون عندك المعرفة الكاملة بالبردة وتوصيلاتها كمان تقدر تقول ان الحلقة دي مقدمة الحلقات التانية هنتعرف من خلالها على كيفية تطوير المكنة فكل لازم نتعرف على الاساسيات من خلال الحلقة دي وهنستخدم في الشرح بردة الكورونس ميكر والنوع ده من البرد بيتم توريده مع ملحقات المكنة في مصر وانا بالبحث لقيت بردات ومسميات تانية كتير بيتم توريدها حول العالم ولو لقيت عندك اي اصدار او مسمى تاني غير البردة المشروحة فما تقلقش لان الفرقاتنا بينهم طفيفة جدا بل انك هتلاقي ان وجه التشابه ما بينهم كبير جدا في الوظائف ده ان ما كانش متطاب وسبب تاني واكد تشابه البردة في وظيفتها وهو استخدام ملفات البرنامج مفتوح المصدر لبردة الأردوين وأونو لتصميم مكنة الـ CNC واللي تقريبا كل البردات من النوع ده بيستخدموا طيب كبداية ايه هي بردة الكنترول وزي ما سبق وشرحنا في الحلقات الاولى اللي تعرفنا فيها على اهم مميزات عيوب المكنة قلنا ان بردة الكنترول بتعتمد في الاساس على مشروع مفتوح المصدر الهدف منه تصنيع مكنة CNC باستخدام بردة الأردوين وأونو وقلنا ان الصين ما بتضيعش وقت وقامت بتصنيع بردة بنفس الفكرة بتحتوي على مسبتات ومنظمات للجهد وفيها مكالة درايفرات الخاصة بالاستيبر موتور وبعض الوظائف الأخرى المفيدة جدا اللي هنتعرف عليها من خلال الحلقة دي إن شاء الله وأنا حبيت ابتدي بصورة للبردة من الأمام والخلف لأن البردة من الخلف بتحتوي على ليبل بيوضح مسمى البنات أو الأطراف الخاصة بكل سوكت أو جاك موجود بالبردة وكمان ممكن تستفيد بيه كمرجع ليك لو حبيت تعرف مسمى أي طرف على البردة نيجي بقى لوظيفة كل سوكت على البردة أولا سوكت الباور سوكت الباور وهو جاك مقاسه 3.5 ميلي بيتم تغذيته من خلال جاك الأدابتور أو الباور سابلاي الملحق مع المكنة واللي بيكون عادة خرجه 24 فولت تقريبا والبردة بتقبل جهد في دخلها من 7 فولت لغاية 36 فولت ولو حبيت تغير الباور سابلاي فابرحتك مفيش أي مشكلة أديك عرفت جهد الدخل المهم انك ما تتعداش 35 فولت ثاني حاجة معنا في البوردة وهو سويتش الباور أو المفتاح المسؤول عن توصيله فصل الطاقة الكهربية أو جهد التغذية اللي هو هنا طبعا 24 فولت الجاك اللي بعد كده هو جاك الميني يو اس بي وهو المسؤول عن توصيل المكنة بجهاز الكمبيوتر والجاك ده في الأساس بيخلي الميكرو كنترولر الموجود بالبردة يستقبل أوامر الجي كود المرسلة عن طريق الكمبيوتر على هيئة بيانات سيريال أو بيانات تسلسلية والكلام ده هنفهمه الحلقة الجاية ان شاء الله أحب أقولك ان توصيل المكنة بكابل يو اس بي طويل بيسبب مشاكل كتيرة جدا أثناء استخدامك للمكنة وبرضو أحب أقولك ان كابل يو اس بي اللي جاية مع المكنة مش أفضل ولا أوحش كاب هو وسط فيه أفضل منه لكنه شغال بالإضافة انك لما توصل الجاك بالكمبيوتر ففيه تعريف لدرايف الجاك ده لازم تثبته على الكمبيوتر وفي الحلقات الجاية حوضح لك المشاكل الخاصة ببورتل يو اس بي وكيفية حلها بإذن الله السوكت اللي بعد كده هو السوكت الخاص بمطور الحفل واللي بيشتغل بداية من 12 فولت حتى 36 فولت والسوكت بيتحكم في خارج تغذية المطور عن طريق إشارات البالس ويد ميديوليشن السوكت اللي بعد كده وهو عبارة عن روزيتها 3 أطراف عادة بيكون لونها أزرق وهي دي اللي بتقدر من خلالها توصل سبند الخارجي 300 وط مثلا وبيكون جهد تغذيته من 36 ل 48 فولت وعشان كده بيتم توصيل جهد تغذية خارجي للروزيتا على أطرافها فالطرف اللي على اليسار بيتوصل بيه طرف التغذية الأرضي وطرف الروزيتا اللي في النص بيتم توصيله بموجب جهد 48 فولت الخارجي وبتاخد الطرف الموجب مشترط فبتوصل معاه موجب مطور الاسبندل اللي هو عادة بيكون لونه أحمر وطرف الروزيتا اللي على اليمين هو خارج التغذية الأرضي أو السالب لطرف الاسبندل اللي بيكون عادة اللونه أسود نيجي بقى للجاكات تشغيل الاستبر موتور اللي بتتحكم في تشغيل مواتير المحاور وأول جاك من على اليسار هو الجاك اللي بيتوصل معاه موتور المحور X وتاني وتالت جاك بيتم توصيل موتور أو موتوري للمحور Y والموضوع ده حشرحه حالا لكن خلينا في الجاك الرابع الأول واللي بيتحكم أو بيتم توصيل موتور المحور زد عليه كده احنا عرفنا ان الجاكات دي بيتم توصيل المواتير عليها ايه بقى موضوع ان فيه خرجيل للمحور Y وازاي يشغله أو ألغيه بص يا سيد البوردة دي معمولة عشان تشغل نوعين من المكان الأول وهو مكان الحفر والرسم باستخدام الليزر وهنا انت مش محتاج للمحور زد لان ارتفاع هد الليزر بيكون سابت ومش محتاج لانه يرتفع أو ينخفض زي هد الحفر عشان كده بدل المحور زد فبيتم توزيع الحركة على محورين Y يعني بيتم تركيب موتورين على المحور Y عشان الحركة تكون أكثر انسيابية والنوع الثاني من المكان اللي بيستخدم فيه البوردة دي زي ما كانتنا كده وهو مكان السي اني سي زو السلاس محاور X والY والZ وبيتم التحكم في القصية دي عن طريق الجمبرين دول فلو وصلنا الجمبرين أقصى اليسار ساعتها البوردة بتلغي مخرج المحور زد وبتشغل مكانه المخرج الزيادة للمحور Y ولو سبناه متوصلين أقصى الامين زي ما هي ساعتها الشكات بتخرج ثلاث محاور X والY والZ الحاجة اللي بعد كده على البوردة هي مش جاك ولكنها المسؤولة عن جاكات المحاور وهي المسؤولة عن التحكم في حركة واتجاه وسرعة الاستيبر موتور وهي مديول الدرايفر والمديول ده اسمه A4988 وبيتحمل قيادة استيبر موتور حتى طيار 2 أمبير واللي همنا هنا هو البوت الصغير أو المقاومة المتغيرة الصغيرة اللي فيه واللي من خلالها بتقدر تتحكم في مقدار الطيار اللي بيخرجه الدرايفر وساعات بيكون الدرايفر ده محتاج لضبط خاصة لو كان المحاور عندك تقيلة شوية فحركته لكن نصيحتي لو كانت المواتير عندك شغالة تمام والمحاور بتتحرك من غير مشاكل فسيب الدرايفر زي ما هو وما تلعبش فيه السوكت اللي بعد كده وهو غير مستعدم في مكنة السيني سي 3018 برو لكن تقدر توصل عليه مروحة تبريد جهدها 12 فولت خاصة لو كنت مركب على المكنة هاوسنج يعني عمل لها علبة من الإكلريك أو الخشب أو الحديد ومدخل المكنة جواها علشان تقلل الضوضاء مثلا ساعتها هتحتاج لمروحة تبريد السوكت اللي بعد كده اللي لونه أحمر والسوكت الأبيض اللي بعده بيتم توصيل مديول أو هيد ليزر بيكون جاكتها عبارة عن أربع أطراف متقسمة على سوكتين وطبعا هو غير مستخدم في مكنة السيني سي اللي معانا لكن مكانه موجود لربما تغير هيد الليزر فيما بعد ويصادف انه يكون من النوع رباع الأطراف السوكت اللي بعد كده وهو جاك 3 أطراف وهو ده الجاك اللي بيتم توصيل هيد الليزر اللي بيجي مع ملحقات المكنة السوكت اللي بعد كده وده غير مستخدم لإنه بيتم توصيل هيد الليزر من نوع خاص بيكون ليه طرفين بس السوكت اللي بعد كده وده سوكت بيتم توصيل ليزر سورس بيه والليزر سورس ده بيكون وظيفته إخراج دوق ليزر استرشادي وهو أشبه بالليزر اللعبة فمنه 3 انواع منه اللي بيرسم نقطة ومنه اللي بيرسم خطه منه اللي بيرسم كروس او صليب وانا شايف ان دي ميزة رائعة جدا لو اوجدتها في المكنة الخاصة بيك فمن خلالها ممكن بكل سهولة تحدد بداية وضع الشغلة او المادة اللي هتشتغل عليها وانا بفضل الكروس لانه بيرسم خطين 1x و 1y واللي هيساعدوك فعلا في تحديد بداية المحاور قبل ما تثبت المادة او الماتيريا اللي هتشتغل عليها البينهيدر اللي بعد كده وده خرج خاص بتوصيل السيرفو موتور واللي بيتحرك عادة بزاوية من 0 الى 180 درجة وده ممكن تثبت فيه دراع متحرك او بوابة بتقفل اثناء عمل المكنة مثلا ولما المكنة بتخلص شغلها ساعتها الباب بيفتح او لو تم الضغط على زرار الطوارئ او الامرجينسي ستوب ساعتها الباب يفتح البينهيدر اللي بعد كده هو من اهم الاطراف اللي هتساعدك انك تطور من اداء المكنة سواء حاليا او مستقبليا اول طرفين من العليمين حتى الان انا معرف لهمش اي وظيفة محددة نبتدي من الطرفين المكتوب عليهم اي خمسة والطرفين دول من خلالهم بيتم توصيل حساس او بروب لمعايرة المسافة للمحور زد وببساطة الطرفين دول بيقولوا للمحور زد ان طرف بونطة الحفر ملامس لسطح الشغلة او البردة اللي امتشغل عليها وما بينك وابينهم مسافة كذا مثلا ومن غير الطرفين دول عمرك ما هتعرف تنفس دايرة مطبوعة بشكل مظبوط ابدا على مكنة SNC-3018 برو الطرفين اللي بعد كده واللي مكتوب عليهم RST ودول طرفين بيتم توصيل مفتاح الامرجينس ستوب وده لما بتضغط عليه نتيجة اي خطأ او وجود مخاطر فالمفروض ان المكنة بتتوقف في التوى واللحظة عن العمل لكن احذر لو ضغطت على البوتون ده لان التوقف المفاجئ للمكنة من الممكن ان يكون سبب في كسر بونطة الحفر الاطراف اللي بعد كده والمكتوب عليها XN YN ZN هي دي الاطراف اللي بتوصل بها مفتيح Limit Switch والمسؤولة عن تحديد بداية ونهاية المحور للمكنة ولازم تعرف انك عشان تشغل الخاصية دي في المكنة بعد تثبيت Limit Switch انك تفعل الخاصية دي من جوة البرنامج اللي انت شغل عليه لان المكنة مش هتستجيب لو ما تمش تفعيل هذه الخاصية جوة البرنامج السوكت اللي بعد كده وهو المسؤول عن توصيل شاشة او بوردة تحكم الوفلاين واستقبال الاوامر منها بعد كده هنلاقي على البوردة بطن او برس صغير وده مفتاح وظيفته عمل ريسيت للبوردة في حالة ان البوردة هنجت او انها ما بتستجيبش للأوامر فبدل ما تفصل الباور وتوصله مرة تانية يكفيك انك تضغط على المفتاح ده مرة واحدة بس السوكت اللي بعد كده وهو يمكن مش باين قوي في الصورة لكن هو عبارة عن فيميل هيدر مكون من خمس اطراف بيسمح بتوصيل مديول بلوتوث بالمكنة واللي من خلاله بتتحكم بالمكنة عن بعد وارساله استقبال الاوامر عن طريق البلوتوث اخر حاجة معنا في البوردة وهو البين هيدر ده وعادة ما بيكونش ملحوم في اطراف والاطراف اللي قدامك دي انا لحمها بنفسي الاطراف دي اسمها ISB ودي وظيفتها اعادة برمجة وحرق كود الهكس على الميكرو كنترولر اللي موجود بالبوردة واللي بالمناسبة هو اتميجا 328 وهو نفس المتحكم الموجود في بوردات الاردوينو المهم ان بيستخدم بمبرمجة اسمها ASB بتوصل اطرافها بالبنات دي بترتيب محدد زي اللي في الشكل وبعدين بتحرق الكود من اول وجديد ودي حاجة مفيدة جدا لو الميكرو كنترولر لقدر الله تحرق عندك او لو حصل اي مشكلة في البرنامج ساعتها هتكون مفيدة جدا بدل ما تغير البوردة كلها هتغير الميكرو كنترولر بس واتبرمجه وتشغل البوردة من اول وجديد لكن احذر في الموضوع ليه شوية ترتيبات هيتم ذكرها كاملة في حلقة مستقلة اشرح لك فيها بعد ما البوردة تحرقت معايا وتوقفت بالكامل ازاي صلحتها واعدت تشغيلها وبالمناسبة بوردة كنترول كورونس ميكر اللي بيتم شرحها سعرها بقى غالي جدا في مصر تقريبا وصل ل 1500 جنيه وعموما انا رأيي في البوردة دي انها قوية مش ضعيفة بالنسبة للبلاو اللي انا عملتها فيها وبكده نكون انتهينا من شرح بوردة كنترول رئيسية واللي هي بمثابة العقل والقلب المكنة CNC3018برو اخر حاجة معانا في الحلقة دي وهي بوردة كنترول الاوفلاين وهنا انا مش هشرح ازاي تشغلها ولكن هكتفي ان اوضح لك القوايم اللي بداخلها وطريقة استخدام الوظائف عن طريق دليل استرشادي بيوضح لك ازاي تعمل كده في نهاية الحلقة حابت اسيب لكو هداية صغيرة في اسفل الفيديو عبرة عن ملف BDF بيحتوي على الشرح اللي احنا شرحناه لكل تفاصيل بوردة التحكم ومسمياتها على هيئة بورشور او مانوال صغير في الحلقة الجاية باذن الله هنتعلم فيها تشغيل المكنة الاول مرة بشكل صحيح وحنوضح بالتفصيل الممل ازاي تشغل وتختبر مكنة CNC 3018 برو وازاي تظبط محاورها من خلال بوردة التحكم اليدوي بالاضافة انه من خلال الحلقة هنتعرف على بعض الاخطاء الشائعة المتكررة اللي بتكون السبب الاساسي في عدم عمل المكنة عند توصيلها وتشغيلها ومن جهاز الكمبيوتر وبكده نكون مصلنا لاخر حلقة النهاردة ارجو انكم تكون استفدتوا وما تنسوناش من دعوتك استوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته